السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي أهلا وسهلا بكم مرة تانية إن شاء الله خلينا نتكلم النهاردة عن اسم الله الجليل المقدس عز وجل جل جلاله الرقيب سبحانه وتعالى يعني إيه الرقيب الرقيب اسم الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان عندما يقرأ هذا الاسم أو يتعلم عن هذا الاسم يعني سبحان الله بيستحي من الله سبحانه وتعالى من تعلقه بالدنيا أو إن هو يكون عنده فتور أو تقصر في العبادة مش كده وبأس فما بالك باللي بيعصي الله سبحانه وتعالى يعني ويعلم أن الله سبحانه وتعالى عليه رقيب ومطلع على كل سكناته وعلى كل هفواته ومطلع على كل شيء فالله سبحانه وتعالى رقيب سبحانه وتعالى قال يعني عز وجل ده ما قرأنا في الآيات في آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يبين ويقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم لا معبود بحق إلا الله عز وجل لا تأخذه سنة يعني لا يعني تقهره سنة من النوم بس كده في ملكه عز وجل ولا نوم ولا نوم يعتريه ولا يعتريه النوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآيات بس أنا عايز أقول أنه لا تأخذه سنة ولا نوم يعني رقيب على خلقه سبحانه وتعالى حتى يعني يعلم عدد أنفاس خلقه عز وجل يعني كل المخلوقات اللي بتتنفس إنسان وغير إنسان سبحان الله الله سبحانه وتعالى يعلم سواء في الجو أو في الأرض أو في البحر يعلم عدد أنفاس خلقه سبحانه وتعالى فهو رقيب مطلع على الضمائر مطلع على الأسرار مطلع يعلم السر وأخفى هو رقيب عز وجل مطلع على مكنونات النفوس سبحانه وتعالى وطبعا إحنا لما فعلا لما بنقول كل اسم الأسماء الله سبحانه وتعالى سواء الرقيب أو الحسيب أو الجليل أو الكريم كل أسماء دي يا جماعة بتصب في حاجة يعني في قلب بتقع في قلب المؤمن وقع خاص والله العظيم وكل اسم له مزق خاص كده سبحان الله لما نتفكر في أسماء الله عز وجل الحسنة والصفات العلم طيب نشوف الرقيب يعني عالم اقتصاد بيسألوه نعمل إيه عشان نشوف الرقابة على العمال وفي المصانع قال لهم عندي قانون إلهي لجاي من أوروبا ولجاي من أمريكا إيه القانون ده نحطه بس للناس كده اللي بتشتغل ألم يعلم بأن الله يرى لما نشوف في بلدنا الموظف بيروح الساعة تمانية أو تسعة الصبح يعدي يقرأ الجريدة واللي بتفسفس ملوخية واللي بتقطع مش عارف إيه واللي بيقرأ في الجريدة وبيشعب قهوة وبطلع الساعة الثنين الضهر ما بيشتغلوش حاجة تقريبا تلت الساعة بس اللي بياخدوا عليها الأجر حتى الراتب اللي بياخدوه وما بيشتغلوش عشان كده ما فيش إنتاج صراحة يعني ألم يعلم بأن الله يرى لما واحد يجي لك أو إنسان يجي لك وإيه أنت بس كده سبحان الله تقوله تعالى بكرة يا سيد زي ما بقوله وقاعد بتعطل في مصالح الناس ما أنتش عارف إن ربنا شايفك مش عارف إن ربنا برأبك اللي بيرتشي وبياخد الرشاوة بيأكل ولاد حراب ألم يعلم بأن الله يرى سبحان الله سيدنا عبد الله بن عمر مرة كان ماشي فماشي مع الصحابة بعض الصحابة كده فلا أراعي غنم هذا الراعي معه شوية غنم كده فبيقوله يعني أعطيني هذه وأنا أعطيك تمنها قال له هذه ليست لسيدي ليست لي بل لسيدي قال له الغنم ده مش لي بل لسيدي قال له طب سيدنا عبد الله حاب يختبره يعني قال له طيب إيه رأيك لو قلت له يعني أكلها الذئب فرد عليه الراعي فقال له وأين الله أنا حقول له الذئب وأين الله ألم يعلم بأن الله يرى وأين الله سبحان الله سبحان الله وأين الله فعبد الله بن عمر قاعد يقول بقى كم يوم كده وأين الله هتذكرها بقى من هذا العبد وأين الله وأين الله بعدين رح سأل عنه سيدنا عبد الله بن عمر سأل عنه واشترى كل الغنم وأعتق هذا العبد ووهب له الغنم ألم يعلم بأن الله يرى الله رقيب يا جماعة الله رقيب حط الله سبحانه وتعالى بين عينك كده أوامر لها بين عينك أوعى خلي بالك ما تزنش في لحظة من اللحظات أن ربنا سبحانه وتعالى مش شايفك والله إذا شايفك وعارف عدد أنفاسك ومتطلع على مكنونات ضميرك وفي قلبك وعارف إيه اللي بيدور في خاطيرك سبحانه وتعالى لأنه هو يعلم السرة وأخفى وهو الرقيب سبحانه وتعالى مرة أحد المشايخ كان بيحب واحد أوي أوي من تلاميذه كده وكان بيعني بيميزه أو كان بيعاملوا معاملة خاصة عن غير الطلبة كلهم فكانوا يشتكوا يا أستاذ انت لي بيتحبوا أكتر من نينا فالأستاذ قال لهم طيب يعني عايزين تعرفوا في يوم الأيام حاب يعملهم اختبار والاختبار ده كان عبارة عن إيه قال لهم أنا حديكم طائر كل واحد طائر صغير كده تاخدوا الطائر ده هو تتبحوه في مكان لا يراكم فيه فيه أحد في مكان لا يراكم فيه أحد فكل واحد من التلاميذ أخدوا الطائر ده كل واحد أخد الطائر بتاعه وإلي دبح دبح ورجعوا على الشيخ إلا هذا التلميذ نفسه رجع بنفس الطائر صحيح سليم و سبحان الله بسأله الأستاذ بقوله ما دبحتوش ليه قدام الطلبة قال له عدت دور على مكان ما حدش شوفني فيه ما لقتش ليه قال له ربنا كان بشوك شايفني يعني من الخلق فهو قال له عرفتوا ليه أنا بحب التلميذ ده أكتر منكم ألم يعلم بأن الله يرا يا جماعة الله سبحانه وتعالى متطلع على الضمائر متطلع علينا على خواطرنا تاني اللي عايز يحصل ربنا سبحانه وتعالى يا أخ روح على الصيفه أرض غير أرضه روح في مكان ما يشوفكش فيه ما تكلش من رزقه لا إله إلا الله إذا جالك ملك الموت قوله أنا مش عايز أموت إذا جالك الملكين ياخدوك يا سخوك قوله مش جاي معاكم للحساب فأنا عايز أقول لكم يا جماعة الخير الله سبحانه وتعالى رقيب رقيب يا من تعص الله اللي بيأخد رشوة اللي بيسرق اللي بيمنقصر في الطاعات اللي عنده فطور اللي بيتعلق قلبه بالدنيا الله سبحانه وتعالى قال يعلم السرة وأخفه وهو مطلع علي عباده لا يغيب عنه أحد من خلقي سبحانه وتعالى فهو الرقيب سبحانه وتعالى فلذلك ما ننساش الآية دهيت ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى يا جماعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وياكم على الطاع ودائما سبحانه الله خلي كده يعني من نفسك على نفسك رقيب لأن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب عز وجل ودائما كده قبل ما تعمل أي حاجة فكر زي ما قالوا لا تنظر إلى إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت من عصيت الله الرقيب هو مطلع عليك وشايفك سبحان الله كان مرة الرجل أخذ مرأة ليزني بها فكان سامهاو ما كانتش عايزة عشان أموال أو عشان كذا سامهاو لما ذهبت هذه المرأة ليزني بها كما ورد في الحديث وجلس هذا الرجل بين شعبيها وكان الجو فيه يعني ظلام وكذا فنظر إلى الكواكب وقال لها يعني لا يرانا إلا هذه الكواكب لا يرانا إلا إيه إلا هذه الكواكب فنظرت إليه وهي تبكي هذه المرأة نظرت إليه وهي تبكي فقالت له وَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا فقالت له وَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا عندما قال لها لا يرانا إلا هذه الكواكب قالت له وَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا فهذا الرجل طبعا يعني وقف وخاف وهدي يعني سبحان الله يعني زكرته بالله سبحانه وتعاله فلذلك إخواني سائل مهمة جدا جدا في حياتنا أننا نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى علينا رقيب ومطلع سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى كل أسماء الله عز وجل أسماء جليلة أسماء جلال وكمال وجلال وتدل على وحدانية الله وربوبية الله سبحانه وتعالى وهي يعني واحدة في ذاتها وصفاتها يعني تدل على وحدة الزات وحدة الصفات وحدة الأفعال لله سبحانه وتعالى فلذلك إن شاء الله نفهم هذه المعاني ونعرف علم اليقين ونفهم فهما دقيقا أن الله سبحانه وتعالى وفهما كاملا أن الله سبحانه وتعالى رقيب ومطلع علينا ويعلم ما في ضمائرنا وفي أسرارنا فبلاش نتعلق في الدنيا وبلاش نعصى ربنا ونحاول يكون عندنا همة كده لعبادة ربنا سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله قبل منقول أي حاجة أو قبل منعمل أي حاجة نحاسب نفسنا لأن ربنا علينا رقيب سبحانه وتعالى يعني في حاجة جت يعني شفتها برنامج كده من كم يوم برنامج في القناة المصرية عملوا أزمة سكر وما أزمة سكر وبتاعها بس عجبتنا حاجة في البرنامج إن كان فيه رقابة من وزارة التموين على المحلات ومعينها محلات حكومية سبحان الله الموظفين يعني للأسف محجبة المحجبة الموظفين اللي موجودين في نفس المؤسسة دي يعني استغربته والله محجبة وبتصلي ومش عارف إيه وقفين ويقولوا ربنا وبتاعبوا تكلموا اكتشف إن هم يعني سرقين السكر ومخبيينه في زوايا المحل أو بيك ستور يعني ومخبيينه والآخر ومتقع تموين طلعوا السكر لأوا أطنان من السكر موجودة ومغالينه على الناس وقولوا ما فيه السكر ليه يا جماعة الخير مش عارفين ربنا شاهفكم يا جاعة خافوا ربنا خافوا ربنا والله العظيم مش هو رقيب ومش شايف يعني طب انت نفرض جداً انت أو انت هربت من ربنا سبحانه من العبد هربت من العبد هتهرب من ربنا ازاي هتقول الربنا ايوم الايام لما ربنا حسبك وهو رقيب ومطلع عليك سبحان الله أزال الله سبحانه وتعالى يهدينا يا رب ان شاء الله ويسبتنا ويجعل في قلوبنا كده الإيمان والمشاهدة والرقابة يعني هقول واختم بحديث مقطع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان مع سيدنا جبريل قال عندما سألوا عن الإحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك على الحقيقة يراك الله سبحانه وتعالى ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك هذه مسألة مهمة جدا نفهم منها أن الله سبحانه وتعالى رقيب عز وجل يعني برضو لما الرسول صلى الله عليه وسلم سأل السحابة حارثة قال كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله قال لكل قول دلالة فما دلاله تقولك قال يا رسول الله أصبحت وكأني أرى عرش الرحمن بارزا أمامي أصبحت وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يتعاون فقال له صلى الله عليه وسلم يا حارثة عرفت فلزم عرفت فلزم عرفت فلزم هذه شاففية عالية جدا جدا حارثة ذا كان رضي الله عنه وأرضاه كان صحابي مات في شهيد في شهداء بدر ويعني سبحان الله يعني لما جاءت أمه الربيع بنت معوذ للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد وبتسأله عنه يا رسول الله حارثة في الجنة أفرح له ولا أدعي له أبكيه وكذا ابن الوحيد مات يرقى لي يا امرأة إنه في الجنة وقد أصاب منها الفردوسة الأعلى ليه شاففية عالية جدا عارفنا ربنا عليه رقيب بقول لي يعني كأنه أرى عرش الرحمن بارزا أمام إيدا إيدا الشففية الجميلة دي فأعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سلام الله عليكم ورحمته وبركاته